عنوان اول مشكلة لانه المشكلة دي جت لنا تقريبا 13 مرة او 14 مرة الاسبوع ده حماتي يعني فيه رسالتين سبحان الله كان عندهم نفس التايتر او نفس الانوان حماتي قم بلا زرية حماتي حماتي واتطلع ولا ما اطلعش حماتي وسكن فوقية ومش عارفة اعمل ايه حماتي بتيجي ببات عندنا كتير حماتي بهدلاني حماتي بتدخنق معايا حماتي ارفاني حماتي 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 وجوزي ضعيف الشخصية جوزي ما بيردش على حماتي حماتي شخصيتها اقوى وانا زهقت وتعبت وقريفت خلاص مش قادرة كامل طيب لو انا جوزي راجل محترم بيعملني بما يردي الله ولطيف معايا وكويس والحياة ماشية يبقى امه تكرم من اجل زي ما بيقوله سوادعني يعني انا لو كل مشكلتي في حياتي هي حماتي لا ما اطلقش عشان حماتي مش كويسة ولا عشان حماتي مش كويسة ولا عشان اخته بتعمل ايه ولا عشان اخوه بيرخم علي بصراحة طول ما الموضوع او طول ما المعاملة معاملة محترمة لكن معاملة رخمة او عادي يعني احنا بيجلنا مشاكل اوان توان تقولك اخوه مد ايده علي اخوه جوزي مد ايده علي وجوزي قعد معملش حاجة انا مستنيتش بقى الحالة اوانت انا قلت لها وانتي اعنا مستنيها بتعملي ايه في بيكو حبيبتي انتي اعنا مستنيها ايه اذا كان الاستاذ يعني سكت على ضرب امراته فحديك هتسكوتي لكن ده كيس او ده حالة مش عامة نعمل ايه بقى محماتنا انا عدت بقى اسألكم كم ده كترة نفسيين ولايف كوتشز وناس مجربين وناس عد ومينها كان عندهم نفس المشكلة كتير بقى يعني عدت عامل سيرفي عظيم حاماتك لازم يكون عندها مدخل جوزها بنتها صحبتها جارتها بنت عمتها المهم ان فيه شخص اكيد حاماتك بتحبه وبتقتنع برأيه وبتقتنع بكلامه الحل الوحيد او من احدى الحلول علشان نبعد خالص عن مشكلة حاماتنا هو احنا نكسب الشخص اللي حاماتنا بتحبه وبتقتنع برأيه ونحطه في جيبنا يعني حاماتي بتقتنع برأيي بنتها يبقى حطارة بكون لطيفة ودودة وجميلة ولزيزة مع بنتها وحطها في جيبي بالأدب والزوء والاحترام وهدية مكالمة سؤال فلما حاماتي هتلاقي انه بنتها او بنت عمتها او صحبتها وايان كان الشخص اللي في حياتها اللي احنا ان شاء الله حنكسبه بتتكلم عننا كويس واحد احتمال تبتدي تستميل لنا اتنين هي حاماتنا ليه بتحطنا في دماغنا بتحطنا في دماغها ليه لان هي شايفاكي جيتي خطفتي منها ابنك ابنها جيتي خدتي زي ما بيقولوا اللي على الحجر جيتي خدتي حتة جوانية طيب ما نحاول نقول لها ده انت يا حبيبتي ده يحبك اكتر ما يحبني ده انت امه ده انت حبيبته انا براته لكن انت 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 ماما يعني حاولي انفقي فيها وكبريها كده قولها طول الوقت ان الست دي احسن حتى لو امه كانش لكن دورها طبعا احسن من دورك معي ندا يا ندا يا ندا ندا لا خدت قطع ده تاني حاجة تالت حاجة نحاول لكون لطاف حتى لو الست ما كانتش لطيفة لانه تاني تكرم من اجل عنين ابنها يعني هي جاية بايتها عندنا ما نعودش بقى ضربين بوز ومقافئفين انا عارفة يعني عارفة ان فيها موات بيبقى كده جدا لكن معلش يعني نحاول على قد ما نقدر انه نبقى لطاف نبقى زوراف عين يا ماما عايز ايه يا حبيبتي تاكلي ايه النهاردة حتشرب ايه بكرة تحب نعمل ايه على الغداء يعني خليها زي ما بيقولوا كده ايه لو هي عندها النية ان هي ترخم عليكي او تهجم عليكي بكلمتين او توري جوزك ان انت ست مهملة ولا مش واخد بالك ولا 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 ان هي تقول حرام دي عايزة ترديني لا انا كنت غلطانة باطم لاين بلايش نقف وش حموتنا اعتبروهم امهاتكو وانا عارفة ان دا صعب بس الحقيقة بتقول انه طول ما انا عايزة اكمل مع جوزي وبحبه وعايزة رداء فيها امه